يجاو نعملو مع بعضنا كيك الدراع مغير ميزين ويجيكم عالية وابنينا وزيد بش نعملو معاها كعبات ميني كيك بالدراع زيدة مزينين كتحفيز الصغار للي مايحبوش برشا كيك الدراع واول حاجة بش ناخو اربع بيضات يكونوا بدار رشد حرارة المطبخ رشد الملح بش تعزز النكهة ساشي سكر فانيي كيس سكر والكيس متاعي لنا في ميتين وخمسين ملي بش نكيل بيبقيت المكونات ونخلط كل شي بالفوي للمكونات الكل تتجنس وسكر متاعنا يذوب من بعد نزيد كيس حليب ولنا عندي كيس زيت مخلط بنزيد الزيتونة وزيت النباتي ونكمل نخلط من بعد كيالت كيس فارينة ساشي خميرة حلويات ونغرب لهم نزيد زوز كيسين الدراع ونكمل نغربل وبالنسبة للي ما يحبوش لقوم تاع الدراع تكون غالبة برشا ينجم يحطو كيس ونص فارينة او كيس ونص الدراع ونخلط لين كل شي يدخل في بعضو وهذا هو القوام اللي اتحصلت عليه توى نزيدو اخر مكون اللي هو سر البنة بش نزيدو شوية عطر شية ونخلي الخليط متاعي على جنب ونجيب قلب الكيك توى عندي ليكم استيوز تحفونا بش ناخو بابيه ونثني وناخو شوية مارغارين ولا زبدة المهم تكون طرية ونتهن بها القالب اكيك نضمنو الي الكيك بعد ما تتيب في ساعة ما تخرج وما تلصق الجملة وراهو بالبابيه خير ببرشا من الفوشة توى ناخو شوية جلجلين ونعديه في القالب لينك الجلجلين الكل يصق في الزبدة من بعد كيتيب الكيك راهو بشيصق فيها ويعطينا منظر وزيت بنا نصب طوال خليط متاعي الرسيت راهي جيكم قد قد هي والمول واتاكدوا ديما الي يقعد لكم شوية اسباس في المول على خطر الكيك متاعنا راهو بشيزيد الحجم متاحها في الفور واخديت شوية بوفريوة مشهم حمراء وقصيتها على اثنين شوية لوز الجوزة زيت كيف كيف اقسمتها على اثنين وزيتهم شوية فارينة وخلط لين الفاكية لكل تغلفت بالفارينة اكيك نضمن الي الفاكية متاعي تقعد من فوق وما تختصش من بعض غربتهم بشينا حيزايد متاع الفارينة وزيت رشيت شوية جل جلال وندخل هاتي في فور سخونة على منية وثمانين درجة النار من الفوق ومن لوتا منذ 45 دقيقة وردوا باننا نحلوا عليها باب الفور وقت اللي هي التيب سينوا راهي تيحنا في الوسط وما تجينيش عاليا تاوالوتون الي الكيك متاعنا قاعدة التيب مشي تعود حذرت نفس الرسيت اما نصف الكمية يعني بزوز بيضات وبقيت المكونات كيلت بشتر كيس وفرقت الخليط متاعي اللي تحصلت عليه وجبت لي مول سيليكون صغير ونين هذوما ووزعت الخليط متاعي بشكل متاسوي منبعد زيانتهم بشوية جلجلين وبالنسبة للميني كاب كيك زيانتهم باللوس وجوزة قسمتها على اثنين خذيت تواء المول اللي على شكل القلب واللي قعد لي مل خليط الكلف سبيته غاتي والفور متاعنا منزل سخون اول ما تخرج الكيك متاعنا اندخلهم يتيبوا في الفور وديما نعسوا عليهم على خطر ما يبطوش في التياب خطرهم صغير ونين الكيك متاعنا تواء حذرت ودخلت فيها السكينة وخرجت شيحة دونك نفهمو اللي الكيك متاعنا طيبة بالباهي ما شاء الله جيت ياسر عالية بالنسبة لفرينة اللي تشوفوا فيها سهلة برشة نخوفوشة ونمسحتها تتنحل كلو ما يقعد حتى شي ونخليها تبرد حكاية عشرة دقايق من اللي تخرج من الفور ونقلبها وشوفو بكل سهولة كيف خرجت من القالب والجلجلين على جنب زيت فيها شتر وهي مزلت صخونة حطيت عليها شوية عسل نجمو تستغنيو عليها المرحلة هذي ولنا وانا نزين فيها الكعبات الصغار متاعنا نلقاهم طابو حذروا خليتهم على جنب لين برتو شدوا رويحهم ومن بعد نحيتهم ولنا بش نقول لكم ردوا بيكم كات نحيوهم وهم صخان وإلى نقصين شوية تيب رهم تسع ميت فتفتو وما تخرج حتى كعبة صحيحة وتوا بش نبدأ نزينهم بالنسبة للميني كابكيك رشيت عليهم شوية سكر محور القلب زينتوا بمعجون المشماش اسبقوا فرختوا في بوش بش نسهل على روحي الخدمة كيما تعرفوا اللي المشماش يسري يتماشى مع الدراع والمستطيلات الصغيرونين زينتهم بالبتا تختيني وكعبات منهم غطستهم في الشامية كيف كيف زاد الشامية يسرت تتماشى مع الدراع وزينتهم باللوز الموجود في الشامية وهكا رسيتنا لليوم تكون حضرت ان شاء الله تكون فكرة عجبتكم انا شخصيا ولادي ميحبوش يكلو كيك الدراع على ذاك عملت الرسيت هذي خصصا ليهوما ونجم نقولكم ايه للفكرة بالنسبة لي اينا نجحت وقولولي اشكون كيفي اول ما تبرد الدنيا وتصب شتي تبشي تجري تحذرها وهكا نوصل بكم الاخر الفيديو خليكم في امان الله وستنعوني في بنا جديدة الفيديو جاي على بخوشين فيديو شكرا للمشاهدة